لا مؤشرات واضحة على قرب نهاية الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهرين على الرغم من إخفاق قوات الاحتلال حتى الآن في إحراز أي نصر أو تقدم عسكري ملموس نحو تحقيق أهداف الحرب القضاء على حركة حماس وتحليل الأسرى الإسرائيليين في غزة بالقوة كان أبرز أهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو على غزة قبل شهرين بإذا أن تطورات المعركة على الأرض أثبتت ولا تزال أن تحقيق ذلك بات خيالا لا يمت للواقع فالمقاومة ما زالت ممسكة بزمام المبادرة في إدارة المعركة البرية ومناطق التوغل الصهيوني استحالت جحيما يحرق جنود الاحتلال وآلياته العسكرية وتحرير بعض المحتجزين تم فقط عبر تدخل الوسطاء للتفاوض مع المقاومة وأعلان هدنة استمرت لأسبوع ويبدو أن دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب أقوى تأثير من خسائر قواته في غزة فهو بحسب محللين يطيل أمد الحرب هروبا من محاسبته على الفشل العسكري والأمني والاستخبارتي يوم السابع من تشرين الأول الماضي ناهيك عن المساعي الحقوقية الدولية المتصاعدة لمحاكمته كمجرم حرب بالإضافة إلى قضايا الفساد التي تنتظره بعد انتهاء الحرب وخروجه من المشهد السياسي ولأن شركاء نتنياهو في مجلس الحرب يدركون أن مستقبله السياسي قد انتهى لذا فقد ظهرت على السطح خلافات تعكس حالة من التنافس السياسي المبكر ربما أكثر مما تعكس خلافا بشأن مجريات الحرب في غزة يحدث هذا بينما الموقف العربي ممعن في الغياب رغم المحرقة المتواصلة ضد المدنيين في القطاع ورغم دخول مخططات التهجير القسري نحو الحدود المصرية حيز التنفيذ الفعلي لتتجلى ملامح العجز والتبعية للغرب على النظام الرسمي العربي الذي بات أضعف من أن يدخل بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة إلا بعد موافقة الاحتلال